اخواني واخواتي في كل الوطن العربي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته احييكم من مصر المحروسة دائما وابدا الفيديو ده برضو عن حاجة احنا بنتكلم عليها امتى ييجي قلم الغضروف والرجبة لما ييجي بسأل المرضى امتى بييجي قلم الغضروف والرجبة قبل ما نتكلم في موضوع الفيديو عايز افكركم ان التواصل بتاعنا ما بيبقاش على صفحتنا ما بيبقاش على القناة هنا على اليوتيوب لكن بيبقى على صفحتنا على الفيسبوك لو عايز تسأل اي حاجة او تتواصل معنا يبقى حضرتك بتدخل على صفحتنا على الفيسبوك وتعمل لايك وتبعت رسالة تسأل تقلب في البسطات علشان تعرف المعلومة اللي انت عايزة حتقل المعلومة اللي انت عايزة الحاجة التانية حضرتك قبل ما تبعتلي رسالة قبل ما تبعتلي اي حاجة عشان تستفسر عن اي حاجة قبل ما تعمل كده لاني انا ممكن ما ردش على الرسائل لان بيجي لنا 500 رسالة كل يوم فممكن وارد طبعا ان ما فيش وقت نرد على 500 رسالة فبدل ما حضرتك تتدايق وتزعل انت عندك القناة بتاعتنا على اليوتيوب اعمل سيرش عليها اكتب الدكتور محمد يوسري واكتب الحاجة اللي انت عايزة تسأل عليه عايزة تسأل عن الاعراض الجانبية بتاعت العلاج عايزة تسأل عن مساوئ الجراحة عايزة تسأل عن فوائد الحقن الجيلاتيني بتاع الرجب عايزة تسأل عن البلازمة عايزة تسأل ايه المادة اللي بنحقنها عايزة تسأل على الاعراض الجانبية اللي بنعملها عايزة تسأل على نسب النجاح اكتب اللي انت عايزه واكتب جنبيها الدكتور محمد يوسري على القناة بتاعتنا على اليوتيوب واحنا هتلاقي فيديو انا بشرح فيه باستفادة كل حاجة لاني انا الناس بتكسل ان هي تعمل سيرش وبيستسهل انه يبعت السؤال انا عايزة اعرف المعلومة دي حابعتها له انا ما عنديش وقت رد على كل المعلومات ولا كل الرسال زي ما قلنا 500 رسالة كل يوم مفيش وقت لحاجة زي كده فانتوا هتزعلوا هتحسوا ان انا بتجاهلكوا وانا ما اقدرش على زعلكوا فانتوا لو سمحتوا قبل ما تبعت الرسالة اعمل السيرش اللي انت عايزه على اليوتيوب هتلاقيني بشرح لك اللي انت عايزه طيب موضوع الفيديو النهاردة باختصار شديد الناس لما بييجوا كدير او ان الناس لما بيجي لهم قلم تلاقي مثلا اقوله القلم بيجي لك لما تمشي القلم بيجي لك لما تطلع سلم سواء هو مريض للرقبة او الغضروف انا بتكلم على القلم ومش بتكلم على حالة معينة للرقبة او الغضروف وبنتكلم على القلم بيجي لك امتى مش لازم بقول كده دي امثلة يعني ما تاخدهاش بالمعنى الدي دي امثلة تمام فيقول لي مثلا ايه ده القلم بيجي لي لما امشي حاجة غريبة جدا قصدي القلم بيروح لما امشي القلم بالعكس دهنا لما بعض باتعب دهنا لما بعمل ده مثال ارجوكو ده مثال ما تمسكوش بالمعنى الدي لو سمحت بمعنى انه هو بيعمل حاجة المفروض ان هي تقلمه لا يقولك بتريحني والحاجة اللي المفروض تريحه يقولك بتقلمني طب ازاي حديكم مثال ده مثال ده مثال شوف انا بكرر عشان محدش ياخده بعقل الدي مثال مثلا واحد يقولك ايه ده انا لما بمشي هو عنده غضروف او رجبة او ايا كان ده انا لما بمشي ما عنديش وقع خالص ده زي الفل مفيش مشكلة لكن لما بقعد بقى ده بالعكس بقى دكتور لما بقعد بقى بقى اتعب وركب بتوجعني ومش عارف ايه مع انه هو المفروض العكس واحدة ستة مثلا تقولك ايه يا دكتور ده انا ده انا طول ما انا شغالة وبروح الشغل انا ممتازة لكن اليوم الاجازة بقى بيتعبني الاعدة بقى هي اللي بتتعبني بقى هي نشيطة يعيني بقى واحنا اللي كبسينها بقى في يوم الاجازة حرمينها من الشغل فالكلام ده بيبقى له معنى واحد اولا حضرتك لما تبقى بيجي لك ألم مثلا وانت ما بيجي لكش الألم وانت ماشي يجي لك لما تقعد فلما انا اقوله ايه يعني بيجي لك لما تقعد اول ما تقعد يعني انت مشيت يقولك امشي اتنين تلاتة كيلو ما عنديش مشكلة اول ما اقعد اتعب طب انت تفهم ايه بدماغك تفهم ايه ان الاتنين تلاتة كيلو اللي مشيتهم هما اللي تعبوك مش لازم تتعب وانت ماشي مش لازم تحس بالوجع في ساعتها زي الاطفال تحط له النار عشان تقوله دي بتلسع فلازم تلسعك دلوقتي لا انت ممكن تعمل المجهود كله وتمشي وبعدين لما تقعد يحل عليك الوجع فده يبقى وجع من ايه من الماشي مش وجع من الاعدة اللي حضرتك قعدتها تمام الحاجة التانية اللي اللي ممكن حضرتك تعملها واحد قولك ايه انا يوم الاجازة بالعكس ببقى تعبانة طيب يعني اصحى من يوم تعبانة ومش عارف ايه لكن لما روح الشغل يبقى ما فيش مشكلة طبعا حضرتك شغالة اسألي اليوم اللي انت صحيتي فيه تعبانة ده هل تعبتي عشان نمتي كويس؟ هل تعبتي عشان نايمة على السرير؟ ولا تعبتي عشان فيه من ثلاثة قبل يوم انت بتهدي الدنيا ووقفه وبتعملي مجهود اكيد عشان اليوم من ثلاثة اللي قبل يوم فليحنا الفكرة اللي عايزين نقولها لان ده بيغلبنا جدا لما نيجي نسأل المريض ايه انا على فكرة احنا ما بنكشفش بالمعنى المفهوم زي دكتور البطنة نقعد نفعص في ظهر العيان وفي ركبه احنا بيفرق معنا الكلام اللي المريض يقوله اهم حاجة الوجع بيجي لك امتى؟ بيزيد لما تعمل ايه؟ بيقل لما تعمل ايه بس تخيلوا هو كده ده التشخيص بالنسبة لنا والاشاعة طبعا سواء الرنين ده اللي انا ببقى عايز اعرفه مش ببقى عايز واطلع وبينزل والقلم بيلف ويطلع وتوهنة في القصة دي فالمعلومة البسيطة اللي هي حتنور لنا طريقنا القلم بيزيد امتى ويقل لامتى حتى المعلومة دي بتتقال غلط ليه؟ نتيجة عدم وعي ان المريض مش ويعي انا حقول ايه للدكتور؟ وبيروح يحكي له حكاية كأنه قاعد مع صحابه على القهوة والحكاية دي الدكتور بقى هو يطلع بقى منها باللي هو عايزه فاحنا عندنا صعوبة شديدة في التواصل مع المريض لما بيجي لنا العيادة عشان اطلع منه المعلومتين تلاتة اللي انا عايزهم بيقعد يتكلم نص ساعة ما بفهمش حاجة حكايات حكايات وهو المريض معذور لان هو بيقعد يحكي ولو قطعته يقطعك يفكرك انت بقى ايه مستعجل والدكتور عايز يكرويته فانا بقطعه عشان اخد المعلومة اللي انا عايزها لكن هو بيظن ان انا عايزه لان هو ممكن يقعد يتكلم نص ساعة ويحكي وفي الاخر انا ما فهمش حاجة كأني ما بفهمش ليه لانه ما قليش المعلومات المهمة اللي انا عايزها هو فاكر ان هو بيقول لي المعلومات فالوجع بيزيد امتى وبيقل لي امتى دي مهمة جدا 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 ان حقيقة تعرفها وتستوعبها وتقولها صح انه هو الوجع بييجي لما مش كتير يا دكتور بس بيجيلي بعد ما عود بيجيلي لما اطلع سلالة بس بيجيلي لما عود في يوم الاجازة لما كون قابليها يومين شغل لكن لو ما عنديش شغل قابليها بصحة كويسة من النوم اتمنى اني اكون افتك بالفيديو ده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته